اشتركوا في القناة 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 اشتركواeler المنظف من الدرجة الأولى ويستعملوا في المعلومات التي قلتها لديها واحد السيد نصحكم تاخدوه وتستعملوه بذلك الحوائج كما قلت لكم نأخذ بضعة قطارات تقريباً عشراء قطارات وفقط إضافة المعطر زيت الأساس ديال الليمون فقط للرائحة لأن زيت الكاليبتوش شوية كيكون ريحة ديالهم جهداء وانا كتعجبني وخام جهداء كتعجبني يعني ما كتديرون جينيش ماشي مشكل وكان ناخد جوج معالق كبار ديال الالكول الالكول اللي يكون الدكري دياله كتر من خمسين في المياه نونك هنا ناخد أي قريعة أخوات لكم ديال السابون ولا ديال أي حاجة فهنا يطحنتو في الميكسر مزيان وعادة نعمره في ديال القريعات فهو كي نزل كمية كبيرة أنتو ما تشوفوا معايا سوفي أنا نحاول نعمر هاد القريعات ديالي ديال السابون وما نقول لكم شعلا ريحة زوينة بزاف ديال 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 الليمون يعني تقدوا تستعملوا أي ريحة الخزامة أي ريحة اللي انتم ما كتتحوا فيها كي ما قلت لكم البنات كتح الخيص واقتصادي ودائما يعني هتعتمدوها إن شاء الله إلا جربتوه لأنه ما ما كتحتاجوا لي والو يعني الخلي كي يكون في الدار الالكول حتى هوات قد تستعمليه يكون عندك في الدار كتحتاجه بزاف الحوايج زوية الأساس ضروري كي يكون عندنا واحدة الأساس وهذا زوية الكاليبتو سأنا قلت لكم كنا نسحكم به بزاف لأنه كان غلي الماء وكان ديرو حتى يعني كان غلي الماء بزيان وكان دير بعضها قطارات منه فكي كتولي رائحة دياله قاعه في المنزل وكتحاول أنا ندور ديك كتخل قاعه في الدار بشاكة كتبقى ديك الرائحة دياله لأنه كيترد كيترد الجراتيم والميكروبات فأنا اخذت واحد القرم وعمرت به ديك القريعة ديالي بجوج وما زال يعني راه بقالي عمرت لي هذي ديال خمسمائة ميلي والخورة تقريباً تهي فيها شربعمية ميلي وتقريباً أنا قد لكم كينزل الليتر يعني ديك النصف سابونة كتنزل لنا لتر ديال هذي السابون فكي يجي الملمس دياله اه زوين او لا بغيتوا يعني ترتبوا ويكون اه يعني مكتاب ملصابون مكتاب لأنكم زيدوا الغليسيرين فالغليسيرين يرتب للدين ويعطيه واحد المل مصراتيب فكما تشوفوا رغويره يرغوي بحال اي صابون عادي ونجي والبنات الدباء لهذا المعاقم مطهر كما تعرفون ان المعاقمات او المطهرات غالين غالين تقريبا خمسين درهم الولاد كانوا عشرين درهم تقريبا ثمان ديالهم ولو كتر من خمسين درهم وما كاينيش اصلا كتقلب عليهم ما كاينيش لانك باش عانعوضوها عانعوضوه بهذا المحلول اللي عانعطيكم القياس بالضبط لانه كيحل محل هاد ديزان فيكتون هذا تماما فانا نحتاج فيه الخلب والالكول وزيت الاساس ديال الكاليبتوس كناخد اي قريعة انا هنا عندي هنا كانوا عندي هاد ما باش كان نمسح زاج ديال الناظر فاخديتو وعقمتو يعني درتلو الماسخون وعقمتو نشفتو مزيان وعندي بزاف ديال القريعة ها كان منهم وعطيتهم الوليدات ديالي ساعة ساعة كيمشيوا كياخدو كييعقموها كيديداتهم كيغسلوا يديهم مرة مرة بطبيعة الحال وحتى يعني كل ساعة كيجيوا بحال اللي يلعب ولا كيبقوا ساعة يشدوهوي انا ندرس منو هنا كمية كبيرة فكن عمر لهم غير في القريعة دياله مني كيخويوا كنعمر لهم في القريعة دياله فأنا هنا هادرتس يعني كمية ديال الماء وكن ضيف قطع راس من هاد زيت الاساس ديال الكاليبتوس وكن ضيف تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال الالكول اوضفت في اللول الخل تقريبا شيجون مع القكبار ديال الخل سافي يعني غيب هاد المكونات لتاوما كيكون عدنا في المنزل ديالنا حضرنا واحد ديزنفكتون لدباته من دياله مرتفع ويعني هو محلو المنزل اللي يعني محقم ومنظف للأيدي بالنسبة لبنات للطريقة باش نوضع ديك المطاهر فضروري انا نندوز ما بين سبعان وندوز هكا كيكل البليسافلي ديالنا انا نندوز وندوز عليها ما ننسوش يعني الدفران ديالنا تاوما حيث بعد المرة كان نقصلوه ما كان نحكوش الدفيرات ديالنا وهنا يعني نجيو الوحد المعاقم هذا ديال الارضية ديال الازغتيكلي يعني اي حاجة سويرتها تليكمون تليفون اي حاجة تقدو تعقمو بها هذا المعاقب هذا اللي كيصلح اغلبية الارضية لانه فيه الملح والملح كنعرفو انه من ساعة ساعة الواحد يبقى يجفف به مغير هالفيروس يعني حتى في الايام العادية الملح كي ترد الطاقة السلبية من البيت وهذه معروفة ولات بزاف انه يعني كيكون عندو واحدة الإيجابية على المنزل وكيترد ديال الطاقة السلبية فانا كندير هنا يا جر معالق كبار ديال الملح وكندف ليهم الخل وكندف ليهم الالكول الخل ربعاد المعالق والالكول جر معالق فسافي انا كنعمر ديالبيدو هكاياك وكنخليه فاش كنجين نسيق كنسيق عادي كندير حتى جافيل وكنسيق وكنكرطه ولكن فاش كنجين ندوز جفاف فانا كننرش مزيان الارض كننفذكها بهذا اسميته بهذا المعاقيم اللي درينا وكن ندوز ديك ساعج جفافه وهكا باش كنضمن انني نضفت الارض ديال وحتى قلت لكم يعني كننقس منه في هذا البخاخ هذا يعني يخدوا اي بخاخ هذا كان عندي ديالي باش كننضف الزاج وتسالة فقدرت لي فعمرتوا بهذا المعاقيم هذا فكارش قاع على لي بواني ديالباب على يعني البلاسة باش كنش علوده على اي بليسة يعني كاتم الساليد فانا كننضفها به هادو قاع كامل هاد المعاقيمة اللي حضرنا اليوم فكل هم يعني متواجدين عندنا في البيت مكونات ديالهم فما نعقزوش وكل ساعة انا عارفة دبا انه كل ام حارصة جدا على الوليدات ديالها باش الله يستر الهريج على انهم يتقاسوا بهذا المرض فهاد شي اللي خصنا نديرو انا نهتمو بالنظافة وحتى احنا ولو ما خرجناش فعني ضروري الزوج يعني كي يخرج يا اما يتقضى يا اما يخرج جانا كي قطوش يقلسوا في الدار يعني ضروري وخط يهبط غير الباب تتربوا الهواء ويطلع فغير فهاديك يعني كيكون في هالمشكل غير في ديك الخريجات فعني منين كي يدخل اي حاجة مساكن قولها راهجب مع هالفيروس لا يستربوا لاشي حاجة فكيبقى ديك الوسواس فضروري تنظيف ضروري التعقيم وان شاء الله يا رب يا رب يرفع علينا هاد البلاء يا رب يا رب كما قلت لكم فهو يعني منظف لأي حاجة هدا تقدد تعتمدوه لانه الملح راه كيقتل هاد الفيروس بوحد نسبة ديال تسعيد وتسعين في المياه لانه دبا صينيين كنشوفوا انهم هم اول بحدين اللي جاهم هاد الفيروس ولكن دبا قدوا يسيطروا عليه في الاول قاح كان يعني كيجي موحد نسبة ديال ديال يوميا كتزاد واحد نسبة خيالية فدبا توقف عادة ديال يعني الناس اللي كتقس ما بقاوش الناس كيتقسوا بالمرض فشنو قولي علاج او الوقاية منو انهم كل ساعة كيديروا الماء والملح وكيغرغروا به يعني مدة ديال دقيقة ولا كيغرغروا به تقريبا كيديروها كل ساعتين كو ثلاثة سوائع كوربعة سوائع كيديروه كيبقى في الحنجرة واحد المدة عاد كييهبطنك قبل ما يهبط كي يعني كيي يحاولوا يحاربوه بديك الماء والملح لبنات هنا يجينا الوحد الخطوة اللي مهم بزاف هي تقوية المناعة فهد الوقت الحالي لانو الفيروس مني كيلقى شخص عندو حد المناعة قوية فما كي ما كان قولوه ما كي يديش منو هال الفيروس فلهذا كنصحكم بهات المكونات اللي عنا اعطيكم اللي هو العسل العسل الحر ديال البرتوقال يعني غانية بالفيتامين السي وهنايا حبوب اللقاح اللي كان عارفو فيها بزاف للفوائد منهم فاقر الدام منهم يعني كتت تعطي الطاقة والقوة للجسم وكاين واحد المكون ما كان ما عارفش وش الناس بزاف اللي كتعرفوه ولكن اللي هو مهم بزاف وصير سوله عليه سوله على المنافع دياله وهو العكبر او البروبوليس فهو واحد الغبرات دي ربحال كاكاو اللي مفيدة مفيدة بزاف 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 لتقوية المناعة والبروستات فالناس اللي كتعاني من البروستات فهو يعني نتضموه دياله بانتضام يعني كولوه شنو الطريقة دياله ديال استعمال هي ماء دافئ معلقة ديال العسل والراس معلقة ديال هاد البروبوليس لانه ما كنت تستعملش ماشي يعني كمية بزاف تديره معلقة عامرة لانه هو مجهد فالراس معلقة كافي فانا كنت استعملهم بثلاثة دبعا حاليا هاد شي اللي كان ديال الوليدات وكنت كان ديره قبل ما يجي هاد الفيروس هذا كنت كان اعتمده بزاف لانه انا كان عندي فقر الدم وحتى الوليد ديالي الصغير كان عنده فقر الدم فكنا كنت استعمله وارتاحيت عليه وحق الله وحد المدة اللي ارتاحيت عليه بزاف كنت كان دير هاد حبوب اللقاح والعسل البلدية الحرة وهاد العكبار كنت كان ناكله تهوى مرة مرة ولكن اللي نفعلين هو حبوب اللقاح والعسل وكان جاو هاد الوقت وبقى عندي فضل ومكتش كنت استعمله ومكتش كنت ديها فيه وفاش جات هاد الفيروس هاد فالزوج ديالي والله زاد منه قطره مازال كاين فقالي ضروري ناكله وديك شي اللي كنت ديره فكان نشربه كل صباح على الريق يعني بوحد لمدة ساعة ولا ساعتين عاد يفطر يعني تشربه على الريق ودوزه واحد لمدة عاد تاكله فجربه اكيد اكيد ان شاء الله عيفيدكم وابنة ما تنساوش الشيشة اول البلبلة تديروا فيها ثومة وديروا فيها الفليو وديروا فيها حتى النافع فكتجي زوينة وصحية وكاينة وصفة واحد اخرى للفطور فهي كان اخذو البيض بلدي وكان ضيفو له ثومة ونضيفو له كامون وشوية ديال الملح وكان طيبوه يعني ما بينو بين ما كان طيبوهش بزاف فهي صالحة بزاف بزاف ده بفاد الوقيتها دي بش تقويلنا المناعة ديالنا لابنة كانت منها قاع هاد الكم ديال المعلومات اللي قدمت لكم تكون فتكم وتبق تجيوه مع العائلة ديالكم مع الاصدقاء مع الناس اللي عزيزين عليكم هاد الفيديو هادا باش قاعد توصل الفائدة قاع الناس وكيما ديما ما تنساوش تحليق ديالكم لانا كتهمني بزاف اشتراك وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد وشكرا لكم مع المتابعة وإلى اللقاء إن شاء الله فيديو آخر في عائلة الرحمن